شفت المواجهة إزاي النهاردة وإلى عالي ومزينبي بص هي يعني المباراة أصلاً بتاعت ما زينبي عمتاً صعبة لعبت كم مرة على ملعب مزينبي؟ لعبت مرتين 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 اتعدلنا فيهم الملعب صعبة جداً ظروف الملعب صعبة والجو هناك صعبة والجمهور هناك صعبة جداً وصعبة الماش برضو اللي انت خارج من خسارة برضو من 4 ايام من لعب الزمالك وخسران فدي برضو تبقى نفسيا على اللعيبة بتبقى مش كويسة مع الظروف اللي في الملعب هناك لان الفرقة دي يعني قلمة ما حد بيكسبها في ملعب مظبوط الغيابات اللي عندك حتى الناس اللي راجعة بدنيا مش جاهزة لانت بدق بيها المباراة اخرج اتنين تلاتة لعيبة النهاردة بيخرجوا مصابين اه فكل كل الظروف دي طبعا بتبقى ضدك لكن طبعا ان انت تخرج بالنتيجة دي رغم ان الاداء برضو ما كانش قوي اه تخرج بالنتيجة دي في الظروف اللي انت فيها دي انت يعتبر مثلا سبع تمام اللي بغيبين من عندك يوقعوا اي فرقة هاجيلك على الاداء بس عايز عليك الحاجة مهمة جدا عشان عرفت بعد المباراة انه في الاجتماع الفني الاقلي كان بيطلب قصة انه البر لو تعطل توقف المباراة النهاردة كانت تصوير ساي جدا طبعا انت قد تتفرج على المباراة مش فهم اي حاجة فهمت برضو بعد كده انه هو بيتعمدوا التصوير يبقى كده عشان البر كمان ما يشوفش لقطات هلو انت بتلعب كنتم بتعرضوا لاي ظلم تحكيمي في مباراة مازينبي ولا الكلام ده يعني ما كانوش بالقوة اللي دلو يعني يعني احنا انا ما لعبت مازينبي كان ما قبل عصر جمانو الجزيه اه كان ايام بوم فرير اه كانوش بالقوة دي يعني هما بدأوا بعد 2005 بدأ اي او بعد 2006 بدأوا يبقى قوية بس ما كانش بتقابلوا معنا خالص يعني انا فرقة الجيل بتاعنا كله من 2005 ل 2010 ما قبلناش مازينبي خالص ما شفتش ده ما شفتش هما هما يعني عمتا فرر الافريقية بس المقاطعة بتاع اتمازينبي دي بالذات بيحبوا الكرة جدا ويبقى عندهم اعتقاد ان انت اي حد يكسبهم ممكن يقتلوه فبالنسبة لهم هما المرش ده حيقوا موت بالنسبة له فبيعملوا كل ما يقتلوا مجازا يعني اه مجازا لا ما يكلم كده هما مش عايزين حد يكسبهم فهما بيعملوا كل حاجة ممكن تدايعك برا الملعب مش جوا الملعب ايوة يعني انت الطبيعي انت النادي الاهلي عمتا حتى اي فرقة بدأك برا انت بتيجي هنا انت بتكسب كرة بس ما بتكسبش مدايقات برا الملعب انت من الان وانت خارج من القتيل تعطيل المرور وتلاقي الجميل وقفة في الشارع عشان تعطلك وتوترك فالموضوع بيبقى صعب جدا ايه موقف صعب تفتكره في المتشاط الافريقية دي لا انا في موقف اجمد موقف يعني في حياتي انا مش ميصدقه يعني انا باللعب ان يمبى فريق ان يمبى ده كان بقى له التالت سنين مخسرش على الارض جمب داع متعب اللي هو ابو تريكا عملها له بالخارية كده فيك المهم ايه طبعا الجو كان حر جدا والرطوبة عالية جدا وخلاص الاكسجين خلاص احنا يعني اغلبية المتشاط دي اغلبية العبية ما بتاكلش هناك المطاعم تبقى تبقى صعبة جدا والريحة تبقى حشة جدا فكلو بقى بناكل جبن وتونة وكده فطبعا دي ما في الكاكورا كش بروتين اه كورا صعب جدا مع الحر فالوقت طول قوي والحكم كان كيم لي شانج ندور عالحكم الرابع مش لقينا ندور حكم الرابع مش لقينا فين بقى الحكم الرابع الجمهور خطفه وقعد مع فوقه اصلا وعمل بيشاولينا باي باي من فوق اصلا مواقف غريب الحكم بيدور عليه لقعد فوق خلاص الجبال عشان بيرفعش كنت لو هم عايزين نكسبه ومدقين احنا كاسبينه خده الحكم الرابع حطوه فوق واخدينه رهن اه رهن هو خلاص الحكم لا حسب اي وقت وخرجنا خلاص طبعا وطبع الحكم موقفش الماتش عليك لازم يبقى في حكم رابع خلاص ما انت من فاش تعمل اي حاجة خلاص يعني تعمل مشكلة عجوب تعمل مشكلة ان فعلا الجمهوريناك صعبة والامن هناك بيبقى موضوع صعب جدا ان انت تعرف تتحكم في جمية الجمهور دي موضوع بعشوائي بطريقة يعني يا كريم انت لو رحت هتكره نفسك من الحر ومن العشوائية انت داخل الملعب تلاقيك جميلة عمات زقف البازر بس هولك حاجة برضت عشان بقى اه 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 الناس اخواتنا في القرى يعني الافرقى الافرقى انا حضرت مباليات افرقية كتير طيبين هم طيبين طيبين اوي هو يقلقوك يعني الدوشة والزحمة وكان ده كله يقلقوك بس هم مش مؤذيين لا هو مايزكش هو هو يقعد يعمل حاجات تخرجك بره شعورك ايه